عشان أبتدي الكلام مع حضراتكم في اللي جاي لازم أرجع بيكم سنتين وراء عشان الصورة تبقى أوضح شوية سنتين تقريبا أو أكتر شوية شفت فيهم منتخب شباب مصر لكرة اليد بيلعب فينال كاس عالم قدام ألمانيا وكسبنا البطولة بقى رياحية شديدة جدا هو ده اللي أنا بقول أنه النموذج اللي يجب أن احنا نحتزي به في كرة القدر ما هو لدنا هم وفي نفس الظروف لكن كلبني بقى على فكرة الاختيار فكرة الإعداد بالمناسبة كسبنا تقريبا يعني بقى رياحية يعني ما خطفناش فوز ما سرقناش مطش الولاد بيلعبوا وهم واثقين في نفسهم وعن الثقة بالنفس دي اتكلم بقى على الإعداد واتكلم على الخبرة واتكلم على الاحتكاك واتكلم على حجم التجربة اللي توصلك أنك أنت تبقى بطل عالم وانت في السن ده طب ما احنا بنقدر هو يعني بنقدر هو وإحنا بنلعب مع الكبار العالم مش بنعب على مستقرة أفريقيا نوصل لأعلى بطلات ليه ده مش حاصل عندنا وبتكلم مش بس عشان خرجنا من كاس العالم دلوقتي بتكلم عشان ملأ دول يلخصوا لحضراتكم عشرة اتنشر سنة فاتوا والأهم عشان ما نعودش نهري في اللي فات كتير نتكلم أكتر على اللي جاي خلينا نرحب بداية بكابتن أشرف ممضوح نجمنا النهاردة في السادسة مسأخير الكابتن أشرف مسأخير يا أحمد سعيد دايما موجودي معاك يعني كان في سنة طبعا يبقى عندنا حلقة في ظروف أفضل من كده ولكن يعني هو ده حال كرة القدم شوية فوق شوية تحت ولكن يعني أكيد هنتكلم كتير عن مبارد سنة هالو اللي جاي بص في منتخبات كبيرة جدا على مستوى العالم أو على مستوى خارطة أفريقيا ما وصلتش وخلينا كلمك بمنطقة صراحة ومنتخبات أفضل مننا كمان كتير ما وصلتش بس هي القصة مش قصة خروج من كاس العالم ومش قصة رد فعلة بنسمعه بعد كل مرة بنفشل فيها في التأهل البطولة أو بعد خسارة لقب حتى لو كان لقب بطولة أفريقيا في حاجات كتير جدا عدت علي من وانا طفل الصغير مع مجلس إدارة اللي هو ضع شولي حرب مع سامير الزاهر مع أنكت الأسماء يعني عشان مع كله مكتهد لكن في النهاية هنتكلم على 30 سنة كرة من أيام ما وصلنا في سنة التسعين بجدة أشرف مفيش حاجة تتغير صحيح يعني ما بنشوفش حد بيجي يشتغل من بره الصندوق شوفش حد بيجي يقدم جديد يطور مستوى الكرة المصرية مش بس المنتخب المنظومة ككل أنت جبت الخلاصة وده الحقيقة يعني حنبتدي نفنت شوية الأمور للناس يعني معلش الناس تستحملنا شوية كلام كتير قوي اليومين دول عن اللي بيحصل في المنظومة الكروية في مصر وعن خسارتنا من السنغال وخرجنا من كاس عالم وخسارتنا فينا للأفريقيا وخرجنا من كاس العرب أخد بالك وانت بتقول ده يعني أنا إحساسي وظني يعني وتقديري إنه ناس كتير شايفة إنه يعني إحنا ما كنش نستحق نقص الكاس العرب نتفق معاك تماما صح أماما كورا أريد كورا فنيا نحن نكلم فنيا يعني تعالنا نتكلم بصورة أكبر شوية ويحسب للولاد دول أن هما وصلوا للنقطة اجتهادهم اه اجتهادهم طبعا صح ولو فكر في فترة من فترات هنا في قناتنا في النادي الأهلي قلنا حتى على من المنظور الصغير للنادي الأهلي إنه رجالتنا في النادي الأهلي وصلهم وحصلهم على بطلتين أفريقيا في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشة في مصر كان برضو اجتهاد كبير جدا جدا من المجموعة اللي موجودة طبعا تحية كبيرة جدا جدا لمنتخب مصر ورجالة منتخب مصر ووصولهم لفاينال أفريقيا والاجتهاد الكبير جدا جدا ووصولهم للمباراة النهائية أو في آخر مباراة التصفيات وصل الركلات قدام السنغال بعد كل الشكر ده ليهم طبعا وللجهاز الفني ولكن خلانا نكلم من منظور أوسع شوية يعني معلش ناس تستحملنا شوية ولكن احنا لازم بالفعل عند كل إخفاق يكون عندنا بداية جديدة وإلا عمرنا زي ما انت قلت يا أحمد دلوقتي ما حنوصل لأي حاجة من 30 سنة فاتوا ما فيش أي تطوير في المنظومة الرضاية بمعنى أنه احنا في نفس الأخطاء المتكررة كل موسم الأندية بتفضل على المنتخبات نظام الاحتراف اللي بنتكلم عنه بقالنا سنين طويلة جدا بنسعى أنه نفتح باب الاحتراف شوية لولدنا الصغيرين ونسهل عليهم الأمور ما حصلش علشان كده النهاردة كل منتخبات أفريقيا أفضل فنياً أفضل تكتيكياً أفضل خططياً عندهم أفضل محترفين في أفضل أنداف أوروبا تتكلم في كل منتخب وجهناه في الفترات اللي فاتت حتى المنتخبات آسف الصغيرة إسماً ولكن عندهم 25-30 لعب محترف بتتكلم في الأخطاء في نظام المسابقة في مصر متكرر هو هو تأجلات والإيقافات والتوقيتات التوقيتات التوقيتات هذه كارثة يعني حتى في دول في أوروبا أعتقد أننا سؤال الانتقالات عندنا تخطاها شوية بتتكلم في 30 و 40 و 50 و 60 مليون دلوقتي لانتقال اللاعب كتبا كامل في فعندية في الدورة الإنجليزية وفي الدورة الأسبانية وفي الدورة الفرنساوية ما فهاش الأرقام ما فيش الأرقام فأنت بتتكلم في منظومة للأسف مش حيز أصل أني أقول فاسدة ولكن